السياسات الكلام يا جماعة على أنه وعدت المغرب بدور أبطال أفريقيا السنة اللي فاتت بعد اللي حصل للوداد قدام التراجي التونسي يا جماعة أنا مش عارف فين الدليل لكن لو في دليل نطلعه لو ما فيش دليل وهي سياسة يعني علشان برضو نحيد أي حد يحاول أن يقف في صف المغرب باعتبرهم عندهم نفوذ كروي في داخل الاتحاد الأفريقي فتمام لو دي سياسة لكن أتمنى أنه ما تجيش بالعكس يعني مثلا الأهلي هو راح يلعب الوداد ما يبقاش رايح واللعيبة في بالها أنه دا الوداد دا موعود ياخد الدوري ياخد البطولة والزمالك هو رايح لعب الرجاء البيضاوي المغربي بقاش رايح وهو موعود عارف أو في دماغ لعبته أن يا جماعة دا رايحين لعب فريق موعود بلده موعودة أن هي تاخد البطولة فلأ إحنا نروح نلعب زي ما كنا رجالة قدام سانداونز وقدام التراجي بنفس الرجولة بنفس الذكاء بنفس الفنيات نروح نلعب الرجاء البيضاوي المغربي ونروح نلعب الوداد البيضاوي المغربي ونفوزهم هناك وهنا ونتأهل للنهائي ونلعب بعض دا اللي احنا رايحين علشانه أي سياسة أخرى ممكن لكن أهم حاجة أن اللعيبة تكون عارفة أن بكرتك بذكائك برجلتك ممكن جدا تروح للنهائي وتواصل صنع التاريخ لنفسك ولجمهورك وللكرة المصرية ترجمة نانسي قنقر